ويأثر، حتى لو اكتشفناه عن طريق الفحص اليدوي، وليس عن طريق الماموغرام، أحب أكد للسيدات هذا كشف مبكر، يعني الستات اللي ما بقدروا يعملوا ماموغرام، ما عندهم إمكانية مادية الفحص الذاتي كثير منيح كمان، يعني ما تفكروا إنه إذا ما عملتوا صورة الأشعة، إذا مكلفة لكم أو ما بتقدروا تعملوها كل سنة يعني ما فيش كشف مبكر، هاي كثير مهمة طيب، إحنا استفدنا بهذه المعلومات كثيرة، راح أرجع أعيد للي ما سمع أو للي استحق أو للي طنش أو للي ما لحق الدكتورة ركزت على فحص الكتل بشكل دوري عشان تعرفوا ما هو الطبيعي وما هو الغير طبيعي وبرضو تحت الإبط إذا كان فيه كتل كمان مش شرط بس بموقع تدي إنه السيدة تحس فيه إشي سيء تحت الإبط وأتصور دكتورة يمكن عند العنق كمان، عند أسفل الرقبة ناحية الكتف إذا بتحسوا هناك، إذا تمشوا شوي مع نصف الصدر القفص الصدري أوله لفوق بتلاقوا كتل هناك غير طبيعية، ما راح تعرفوا إنها غير طبيعية إلا إذا كان فيه فحص دوري شهري للسيدات من عمر 18 سنة فما فوق تغيرات الحلمة، إفرازات غير طبيعية، إفرازات دموية، اندعاج الحلمة، حك بالحلمة، نقاط على الحلمة وحمراء و80% من الحالات بنبشركم، بتقولي دكتورة سنة مش أورام، فما تخافوا دكتورة إذا بدنا نقول، إيش هو أكتر عمر عم بيجيكي فيه، وهل عم بيتزايد نسبة المرضى؟ خلينا نقول، حسب إحصائيات السجل الوطني السرطان، عندنا زياد بعدد الحالات، الكل بخاف منها وبتنزل بالجرايد إنه عم بتزيد، لكن إحنا مش عم ناخد بعين الاعتبار إذا كان عدد الحالات لكل فئة عمرية عم بيزيد، معنا تزيد، أما إذا عدد الحالات الكلية عم بيزيد، هذا ما بيقدر يعكس إنه في عنا تزايد أو لا يعني مثلا، آخر عشر سنين، عدد الحالات تقريباً 40% زاد، يعني تقريباً ضعف ده أقول، زيادة إنه بين 500 صار حوالي 900 وإشي طب هذا يعني ضعف عدد الحالات خلال آخر عشر سنين، أنا ما بعتبره هيك، لأنه كل بيمسك ينقصر في وعي أكتر، يكشف الله أكتر عدة أسباب زادة عدد الحالات، أول إشي إذا فيه زيادة، خلينا ناخد عدد سكان الأردن قبل عشر سنين وحالياً، هل هو نفس العدد؟ لا زاد العدد بكل بساطة، معناته نتوقع حتى لو كانت نسبة الإصابة مثلاً في الفئة العمرية من خمسين لستين، إفرد عشر حالات، طبعاً هو مش هيك العدد لما يزيد عدد، لما يصير الفئة العمرية من خمسين لستين تتضاعف، تتوقع أنه كمان عدد الحالات اللي في هاي الفئة العمرية كمان تتضاعف فهذه لا تسمى زيادة، هذا نمو طبيعي، أخذين بعين الاعتبار تزايد عدد السكان الطبيعي، يعني خلال عشر سنين الضعف، متوقع الحالات التقريب أنت الضعف الشغلة الثانية، نجاح حملات التوعية، أنا أعتبره هذا نجاح كبير لحملات التوعية، قبل عشر سنين الستات كانوا تخجل إنها تقول إنه عندها ورم، أو حتى لو عرفت إنه في ورم، ما كان عندنا إيمان إنه العلاج بعمل فرق لماذا عيب؟ ماذا تحسين من مرضك؟ عيب لأنه عدة أسباب، واحدة منهم بيقولك إنه بتصير إنه العيلة فيها أورام، وهذا حقيقي مش مظبوط لأنه نسبة الوراثة في هذا المرض لا تتجاوز خمسة لعشر في المية، يعني من كل عشر ستات بشوفهم يمكن واحدة أو أقل نص إذا بدك تمسك الأرقام مظبوط، في عندها جنتيك بريدس بوزيشن، يعني فيه شيء وراثي هن مش قادرين يعرفوا إنه ديس إز راندوم، لهلا ما بنعرف بالضبط سبب مباشر، إنه هذا عشوائي، ما فيه سبب مباشر، مش وراثي، متأكد دكتور سناء، ما فيه داعي لثقافة العفية، وإذا رايح تخطب وحدة، إمها صابها سرطان الثدي، مش معناته إن هي رح يصيبها، أوكي؟ افتحتوا، هناك قضعنا الشيك باليقين يعني نحكي على بلاطة عشان الناس يفهموه هاي من أهم إنشاء الله اللي يعرفوا، من أجل الوراثة لا تتجاوز خمسة لعشرة في المئة، لا تتجاوز الشغلة الثانية إنه ما كان فيه قناعة، أنا بقول حملات لكشف نبكر، هلأ صار عنا وعي كبير بالأردن، يعني مقارنة بالدول العربية، وأنا عتصال مع كتير من الجامعيات الأورام في الدول العربية، إن الثقافة سبقت الكل، أعتقد أننا لازم نركز على نجاح العلاج، العلاج بعمل فرق كبير، يعني السئدات هلأ كل ما اقتنع إنه ممكن يتعالجوا ويطيبوا، بيروحوا عالدكتور، هلأ صاروا يروحوا، صاروا بصورة تسمع إنه والله تشخصت، قبل ما كنت تسمع إنه إنه فيه حدا تشخص بأي نوع من الأورام، صار عادي، هلأ صاروا يقامنوا إنه إذا تشخص ومبكر ممكن يصير فيه علاج، أو حتى إمتى ما يتشخص صار فيه إيمان أكتر بفعالية العلاج، فصارت الحالات تروح على الدكاترة، إذن صارت فيه وعي عند الناس، طبعا بفضل نجاح كل القائمين على حملات توعية، بين كل المؤسسات العامة والخاصة، جهود كبيرة كتير، ونجاح كمان السجل الوطني للسرطان، يعني إحنا عنا من الأفضل، إذا ما كانش الأفضل، برضوهم بدي لأنهم نجاحوا نجاح كبير في إحصاء عداد حالات السرطان، يعني نجاحهم هو السبب أنه كمان صرنا نسجل كل حالة، كل ما كان، وهذا بثري العلم وبثري الحلول في المستقبل، بالضبط، بثري الخطط المستقبلية لمكافحة هذا المرض، فإحنا أنا بعتبرها عدة محاور، زيادة طبيعية بسبب زيادة عدد السكان، زيادة طبيعية بسبب زيادة الوعي إنه صارت الناس تروح على الدكاترة، زيادة طبيعية بسبب نجاح للسجل الوطني للسرطان، بنقول يعني توجهكم للعلاج بضمن مستقبل أحفادكم وأولادكم وأولاد أولادكم، يعني ممكن تضمنوا لهم معلومات أحسن ومستقبل خالي من الأمراض الخبيثة، رجاء ما تتأخروا وما يكون في عندكم خجل في هذا الفحص، بدي أوقف عند أنا هاي أنا بدي أوقف عند ثقافة العيب كثير لأنه يمكن هي يعني مصيبة مجتمعنا، هل في نساء تتعرض مثلا بدي أسألها على بلاطة يعني غير محبب من قبل الزوج أو الإبن أو الأب أنه تخضع على فحص الثدي، هل هو مخجل اجتماعية، هل هو مرفوض من بعض الناس بغض النظر عن حاجة المريضة؟ هل أقول أنا شخصيا مع مرضاي ما لاحظت هذا الأمر قطعيا برجع بقول أنا يعني كسيدة وسيدات اللي بتعامل معهم أبدا ما كان هذا مشكلة بالعكس يعني وما أتوقع حتى مع أطباء يعني إذا ما كانوا يعني مش بس كالسيدات بالعكس معظم الوقت حاليا كما أنا ما بعرف كيف كان زيادة أنا بقولك حاليا الأبناء الأزواج الأخوة الأهل داعمين جدا داعمين لدرجة أنه أوقات بقولهم ما تقولوا كثير لأنه بصير عطف زيادة و مصير حاليا زيادة أنه بصير تعمل لدتي بالعكس كلهم داعمين جدا يعني بدعموها خلال فترة التشخيص العلاج وما بعد العلاج معظمهم لكل قاعدة شواز مضبوط يعني زي أي حالة ثانية بس الغالبية العظمى أنا بشوف بمجتمعنا إيجابيين جدا بالعكس هن اللي بيحمسوها إنه أوكي هتأخذ العلاج وستحسني معظم السيدات أنا بشوف أطفالهم معهم بشوف أزواجهم معهم بالعكس إذا كانت أعمارهم أقل مثلا من عشر سنين ما بيكونوا عارفين أنه حتى مش شرط نقولهم أنه ورم خبيس أو كذا نخوفهم بالعكس أنه بيعرفوا أنها جاي تاخد دواء وبتروح وكذا أمورها منيحة ما منشعرهم أنه شيء خطر وبتعاملوا معه بإيجابية رائعة هلقات اللي يكونوا كبار 17-18 سنة وما فوق إيجابيتهم لا توصف الأبناء الأبناء كثير أعتقد أنهم بيكونوا بدهم داعم نفسي أكثر من الأم الأم تأخذ منهم كفاية في مجتمعنا بالعكس إحنا لسنا بخير والأزواج نفس الشيء معظمهم إيجابيين جدا العطف الحنان نحو الأم يعني لا يوصف يعني واحد بطريقة إيجابية يتمني أن يخرج من جسده للمساعدة فإحنا مجتمعنا لازال بخير السيدة أعتقد بتلاقي دعم رائع من الأسرة في معظم الأوقات هلأ في معظم الأوقات ها في إحنا قلنا في قلة قليلة هذول خلينا نحاول نقلل منهم كما شعي شو بيعملوا هذول اللي مش مساعدة هذول لا يعني قللنا عشان وعي الناس عشان إيجابي يقعوا بهذا الغلاط أهم شيء السيدة لما بدك تعالجها في المراحل المبكرة الخوف بيكون من العلاج الكيميائي العلاج الكيميائي كتير بسيط أنا برأيي أكتر مشكلة كبيرة في العلاج الكيميائي اللي هلأ ما قدرنا نحلها تسقط الشعر السيدات بيفكروا إنه العلاج قوي بيسقط الشعر هو حقيقة العلاج الكيميائي مش على قوته وضعفه بسقط الشعر على نوعيته والحالات المبكرة بدها عادة أحسن علاج فعال هو اللي بسقط الشعر يعني مش اللي ما بسقط بالمقابل الحالات المنتشرة معظم الوقت بنعالجها بأدوية ما بتسقط الشعر يعني عكس الاعتقاد الشاعر بالضبط إذا سقط شعرها يعني هاي ووضعها خالصة تعبانة يعني أخذ إذا عم تتعالج بإشي بسيط مش عم بسقط الشعر شكله هين مع أنه العكس يمكن يكون هو الصحيح بالضبط فهي السيدة أهم شيء أنه يتقبلوها الأسرة أو يتقبلها الزوج في مرحلة فقدان الشعر اللي هي مؤقتة بعيدا ويه يعني لا تتجاوز لات أربع شهور لأنه برجع أحسن من أول كمان هاي برأيي أصعب شيء وبدأ السيدة تكيف معه والأسرة تتكيف معه أكيد أكيد هذا صحيح طيب إذا بدنا نقول دكتورة ليش بيصير سرة ثالثة لو أعرف بالضبط باخد جائزة نوبل علي ليش بالضبط هلأ في عوامل برجع بقول أورام الثدي الخبيثة زيها زي كل الأورام الخبيثة يعني الأشياء اللي سيئة بتأثر بتجيب أمراض مختلفة منها الأورام الخبيثة كمان تجيب أمراض القلب أمراض السكري في عوامل هلثي بتساعد الكل بتمنع كل أنواع الأمراض في عوامل خاصة فيه هلأ أكتر شي بزيد احتمالية الإصابة ولا يؤدي طبعا ما فيش إشي رح أذكره حاليا يؤدي للإصابة كلها عوامل تزيد احتمالية الإصابة يعني ممكن تكون عند السيدة وما يصيبها أي شيء كمان هاي مهم جدا يعرفوها الناس إنهم بسمعوا هاي العوامل اللي رح أذكرها أنا متأكد سامعينها كتير قبل بس بفكروا إنه كل سيدة عندها واحد نهادور سيصير عندها سرطان وهذا الحكي مش مزبوط هلأ مع تقدم العمر كل سيدة احتمالية الإصابة عندها أعلى إحنا عنا في الأردن الميدين إيج يعني متوسط العمر خمسين عام هلأ في الدول الغربية عادة ستين عام هلأ حتقول لي ليش لأنه إحنا شعب يونج صغير يعني إحنا عنا أكتر من ستين في المئة من الحالات تحت السن من السكان أقل من عشرين سنة عمرهم فبالطبيعي إنه بالنسبة وتناسب الأصغر عمرا هم الأغلب فراح يكون الأمراض في الأصغر عمرا الآن تقدم العمر يزيد احتمالية الإصابة تأخر سن الإنجاب عن سن الأربعين عن 35 سنة نقول يزيد نسبة الإصابة تأخر انقطاع الطمث عن سن الخمسة وخمسين يزيد نسبة الإصابة يعني بدنا نقول الحمل كثير صحي الحمل كثير صحي والإرضاع كثير صحي الحمل والإرضاع كثير صحي لتقليل من نسبة حدوث بعدين استخدام الهرمونات البديلة اللي كثير مرأت فترة شائعة إنه الحمد لله عم بلاحظ إنها عم بتقل استخدام الهرمونات البديلة لا نحبز يعني برضو بعد انقطاع الطمث لا يحبز إنه السيدة تستعمل هرمونات بديلة قبل أربع سنين تقريباً كانت هيدلاينز وبالسيئة إنه بكل محطات تلفزيون العالمية كمان هورمون ريبليسمت بالضبط هورمون ريبليسمت اللي هو استعمال الهرمونات البديلة كانت موضة كتير قبل عشر سنين إنها بتحافظ على الشباب بتحمل القلب طبعاً سبت العكس تماماً بأول سنة بتزيد نسبة إصابات القلب عند السيدات طبعاً الدراسات علمتنا هذي أهمية الدراسات يعني كنت وقتها في أميركا ما عرفنا إلا من الغلط وقتها آه كنا كتير إنه كانت الدراسات لا زالت كنا نستعملها والسيدات على دراسات ونتابعهم دراسات مؤخراً أثبتت إنه اللي بستخدمه هرمونات بديلة عنده نسبة إصابة أعلى ومنع استخدام الهرمونات البديلة في أميركا خلال أقل من سنتين نزلت نسبة الإصابة فصارت معروفة هاي إنه ما استخدام الهرمونات البديلة لا يحبز هو بيحد ذاته ما بيعمل سرطان مباشر أدبه بيسرع بزهور يا زي ما حكينا قلتلي ليش الخلية بتخرج عن الهرمونات البديلة بيكون عندها استعداد بتأخذ الهرمونات البديلة يعني لو كانت يعني فيه شوية كنترول مع شوية مساعدة بتخرج عنها الكترول الهرمونات البديلة هي شوية المساعدة هاي الشغلات الثانية اللي ممكن تزيد نسبة الإصابة التدخين الاكثار من المشروب مشروب أعزئن المشروبات الكحولية كمان زيادة الوزن وخاصة بعد سن الخمسين عام يعني ولا أعني بزيادة الوزن 2-3 كيلو ولا 5 كيلو زيادة الوزن أكتر من 10 كيلو عن الحد اللي ننصح فيه هاي الزيادة بتزيد نسبة الإستروجين بتعرض أكتر السيدة للإصابة وطبعا إذا كان فيه تاريخ أسري هادي لا تعني أنه لازم يكون بصير فيه وراسة بس وجود تاريخ أسري لحده مقرب أخت عمه خاله والده بزيد احتمالية الإصابة ولا يؤدي لإصابة بزيد احتمالية الإصابة نقول بنسبة نسبة متفاوت تقاليدة نسبة بسيطة ايوه احنا أصلا نحكي عن نسبة إصابة تطلع يعني مش رح أخذ الإحصائية ما رح أعتمد الإحصائيات الغربية لأنها برجع بقول إحصائيات غربية لما بقول لك واحدة من كل ثمان سيدات تصاب إذا عاشت إلى سن 85 عام هذا الرقم مخيف بس هذا الرقم لا ينطبق على مجتمعنا لأنه ما عنا أقولكم بصراحة عنا أقولكم أقدر أسمعها 8 in 1 women هاده 1 in 8 إنهم دي و الهاب هذا الحكي مش لمجتمعنا مش لمجتمعنا هذا الحكي يأخذ بعين الاعتبار أن السيدة عاشت لأصار عمرها 85 عام ما أخذ بعين الاعتبار أدي عمرها هلا فيعني نسبة الإصابة ضئيلة جدا ما بقدر أعطيكم أديش عنا في المجتمع بس يعني تقل عن واحدة بالعشرة الالاف فيعني مش إنه على الأقل أخديم بعين الاعتبار الإيج إنه الكل بقول لك بالضبط شكرا